موسيقى نبدأ من صحيفة اليوم السابع المصرية والتي عنونت بدء التجارب الأولية على أول قلب نابض من السيليكون فقد بدأت مجموعة من الباحثين بالمعهد الفيدرالي السويسري لتكنولوجيا في التجارب الأولية على استخدام أول قلب من السيليكون والذي يعد تطويرا للقلب الصناعي وفي نفس حجم قلب المريض تقريبا ليحاكي وظائف القلب الطبيعية في الشكل والوظيفة استخدم الباحثون في تصنيع وتطوير قلب السيليكون عددا من المواد الطبيعية ليصبح نموذجا لمضخة الدم المستخدمة حاليا ولكن بها بعض العيوب من بينها أن الأجزاء الميكانيكية عرضة للمضاعفات صحيفة النهار اللبنانية علاج جديد يحمي قلب المصابين بالنوع الثاني من السكري كي لا تبقى أمراض القلب والأوعى الدموية المسؤول الأول عن الوفاء لدى مرضى السكري من النوع الثاني قدمت دراسة طبية حديثة علاجا جديدا يحمي قلب المصابين بالنوع الثاني من السكري العلاج يجمع بين دوائين سابقين في دواء جديد يضيف حلولا طبية جديدة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وهدفه توفير المزيد من الحماية للمرضى مع خفض مستوى الجلوكوز في الدم وخسارة الوزن والحد من ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى الغدى الأردنية الكينوى منجم للفيتامينات وفوائد جمة فتعد الكينوى من أنواع الحبوب وتأكل أوراقها أيضا كالخضروات وهي نبات له القدرة على النمو في ظل أقصى الظروف وتحتوي الكينوى على جميع الأحماض الأمينية الضرورية كما تعد غنية جدا بالبروتين وقليلة النشويات فكل كوب من الكينوى يعطي ثمانية جرامات من البروتين إضافة إلى ذلك تحتوي على أحماض دهنية صحية 25% منها تأتي في صورة حمض الأوليكا المفيد لصحة القلب و 8% منها تأتي كأوميغا 3 وهو حمض مفيد لصحة الجسم وتنمية الذكاء صحيفة الرأي الكويتية الجمع بين الأدوية وبرامج الرعاية يحد من أعراض ألزهايمر فقد أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الجمع بين دواء شائع لمرض ألزهايمر وبرامج لرعاية المرضى يضاعف فعالية الدواء على تحسين قدرة المرضى على أداء مهامهم اليومية بشكل مستقل وقال قائد فريق البحث إن أبحاثهم الجديدة أكدت أن برنامج الرعاية الشاملة الذي يركز على المريض يجلب فوائد كبيرة للمرضى من حيث تنفيذ الأنشطة والمهام اليومية على نحو أفضل وأخيرا مع صحيفة القبس الكويتية ساعات العمل الطويلة تزيد اضطراب القلب فقد كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالطراب في ضربات القلب أحد العوامل التي تسبب الإصابة بالجلطات الدماغية وقال قائد فريق البحث إن هذه الدراسة تؤكد أن العمل لساعات طويلة له علاقة بزيادة نسبة الإصابة بالرجفان الأذيني في القلب الذي يعد من أكثر حالات عدم انتظام دقات القلب ترجمة نانسي قنقر